اشتركوا في القناة نزلت لكم فيديو عن اسباب سماع صوت زنة من ترمبة الماء وكانت الترمبة ايطالية وتكلمنا على انه الايام هاي مش تمام على اساس انهم يقارعوا الصناعة الصينية وهي دليل اخر وعطل اخر حبيت اورجيكم اياها يعني كمان هاي سبب جديد يعني صار يطلع معنا ونشوفه في الترمبات الجديدة الموديلات الجديدة الايطالية كمان يعني هاي ترمبة بدرولو ايطالي واحد حصان لاحظوا الترمبة الجديدة كمان سبب الاسباب الزنة وعدم دوران يعني انا جتني دورتها ثقيلة جدا انا يعني انا يعني انا مش قادر الفها فانا اعتقد انه البيل تكون تالفة لانه الجماعة كانوا حطين فيها زيت من هون ومحاولين يلفوها بالبوبين لاحظوا البوبين من هون اعمل النتوءات محاولين يلفوها بالزرادية وكذا فما مشيت معاهم فانا اعتقدت انه البيل إذا تختارات جديدة فقيت على اساس انه اغير البيليا وجدت البيليا نظيفة ما فيها مشكلة لا المامية ولا الخلفية لكن وجدت مشكلة ان احتكاك هذه الفراش البشرة لاحظوا لمعان هضا هيا هضا احتكاك واحتى في من هاي الجهة كمان احتكاك لاحظوا مش على الداير كامل هذو الهاتكاك اللي من فوق فقط من هذه المنطقة أمن هذه المنطقة كلها احتكاك كامل لحظة المفاجئة يعني الترومبا جديدة ما فيها أي مشاكل يعني مش عارف أنا قديش صالها ما صالها ما صالها فترة طويلة يعني أنا هذا اللي خلاني أستغرب لاحظوا نضيف جدا ما فيه صدا لاحظوا العمود انتور بوبين بوبين بالمع يعني جديد ما فيه عليه أي شيء اللي اكتشفت أنا انه المشكلة انه هاي المنطقة هاي المنطقة يعني تقعد فيها هيك بتكون موجودة هون مكون العمود راكب البوبين هاي المنطقة عام لي نتوءات صدا لاحظوا هون أنا حاولت أقحطها من هاي الجهة لكن هون هاي هاي نتوءات خشنة يعني أنا راح سبيدي خشنة هاي هي اللي عامل مسببي هذا الكلام يعني بعد فترة بسيطة من التشغيل صار الموضوح هذا صارت هاي النتوءات دليل انه الكواليتي فاشل المستخدم في صناعتها لا ترومبا والله المستعان يعني هاي كل فترة راح تعمل نفس المشكلة فالحل الان انا بدي انا اضفها كويس مضبوط وارجع اجمعها وانا على فكرة شغلتها لما بعد ما فكيت الفراش شغلتها صوتها ناعم يعني البيل ممتزات ما فيهم اي مشاكل لكن المشكلة الوحيدة هاي هي بدليل انه الحكة واللمعان هاي هم بالفراش من هون على الداير فاذا هون الحكة صايرة في هاي المنطقة ولاحظة انا ازم قلت لكم انا هون احطها شوية بدي انا انا اضفها بالدريل والفرشاي كويس تمام وارجع اكبسها واجمعها وبتكون ان شاء الله المشكلة راحت بس الله اعلم امتى يعني قدش تشتغل وبعدين ترد ترجع هاي المشكلة لانه زي ما بحكي لكم ترومبة جديدة وصار فيها هاي المشكلة بوقت قصير هاي هي حبيت ان انا افيدكم ان شاء الله بهاي المعلومة ولا تنسوا زي بوصيكم دايما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته